هذا أحلى شيء عندي وأتبحكي عن هذا الموضوع. أحب ذكر أنه فيدل كاسترو كان مرحامي. شاكي فارا كان طبيب. موسي تونج جاي من عائلة زراعية عريقة ومرتاحة ميديا جدا. الغندي كان مرحامي. الفاوندنج فوليات المتحدة كانوا مملكة مرتاحين ميديا. مؤسسيين سندينيستاز كانوا كلهم خريجي جامعات ومرتاحين ميديا وشغيلي بمناصب عليا. وأهمهم اللي كل العالم بتحب دائما تسأل عنهم اللي هني قاديت الثورة الفرنسوية العشرة. كلهم نخب. ولكن بلا وعي العالم الثورة الفرنسوية بتنرسم إنه هي لسان كلوت والسان دن. وهول العالم يلي طلبت منهم ماري أنتوانت إنه يروحوا يأكلوا بسكري إذا ما كان عمدوا نخبز. إنما بالواقع هول العشرة والعشرة القاديت هني من البرجوازية والأريستوكراسية الفرنسوية يلي بوقتها كانوا بشكله نخبة لأنه كانوا الوحيدين أصحاب النفوذ بوقتها. اليوم مضرور يتكون لا أريستوكراتي ولا تكون بوجواز بوجواز لحتى تكون عندك نفوذ أو صاحب نفوذ. لعدهم بهالعشرة قاديت. كين في كيهن اسمو إمانويل جوزيف سيأيز. كين في كونت 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 دميرابو. كين في ماركي ماركي دلافايات. كين في بينيطون الصحافي يلي هو كان أكثر نفوذا اسمو جون بول مارا. كين في فيلسوف معروف اسمو جاك بير برسو. كين في موحامي طبعا ماكسيميليان غوبس بير. كين في موحامي تيني جورج دانتو. كين في مهندس يلي كمين كين كونت اسمو لازار كارنو. وأكيد كين الملازم المشهور يمكن يمكن سمعين فيه اسمو نابوليون بول أفاقت. التاريخ برهن انو معظم السورات لما نقول كل السورات لأنو ما فيش في توتالي تاري النخب هي يلي بتنظم وبتحشد الجماهير للإيطاحة بالسلطة. وكل ما النخب بقيت متحالفي مع السلطة وبقيت عم تستفيد كل ما السلطة بقيت مش العشرات من النخب تتحالف مع مجموعات شعبية ضد الحكم والحكام وبيطالبوا بتغييرات جزرية هيدي بتكون بداية الثورة حتمية. ووحده النخب بيقدرو يحاولوا الفقر ولموساوية لإيرادة بهدف الثورة. وبهالطريقة بتبلش السورات وهون نوصل لآخر شي أنا بدي أولو. بهيدي المقدمة أكيد برجع بجواب على أسئلة تانية إذا إذا في حدا عنه سؤالة إلي وإذا في عنا وقت طبعا. إنه شو يلي بيضمن نجاح السورات لأنه متل ما إلنا بالأول مش بس هني الثورات يعني قليلة تصير ولكن حتى وقتها بتصير السورات الناجحة أقل وأقل. فليش في سورات هالقد بتشبه بعضا وإلى كتير قواصل مشتركة ولكن شي بيفشر وشي بينجح. بآخر مئة وعفرين سنة حصل عدد كبير من السورات مننا نجح ومننا فشي. وسبب نجاح الثورات منه الجي دي بي بير كابيتم ومنه نسبة العمال بقطاع الزراعي بتعرف قويت بيقولولك لأنه هيدا بيمكن بيعني قديش بيكونوا معلمين مخص ومنه نسبة التمدن أو منه نسبة الأمية ومنه نسبة العنف المستعملة أو أو توزيع السروات ولا توزيع أراضي كل هالأمور مش هي يلي بتحدد نجاح أو فشل السورات لأنه سبب نجاح السورات منه اقتصادي سبب نجاح السورات السياسي بإمتياز ومن هون فينا نستخلص ثلاث نقاط أساسيات لنجاح السورات يلي هن الشروط الإلزمية لنجاح السورة يلي هي كلها سياسية أول واحدة بناء تحالفات واسعة بناء تحالفات واسعة بين كل الأطراف المعارضة للسلطة تتألف من سياسيين رجال دين تجار نخب طبقة متوسطة طبقة العاملة المختربين حرفة خارجيين تاني شرط هو أنه يجب على الثورة الحصول على مستوى من الشرعية الدولية وهي دي كتير العالم أوقات بنأذوا منه شو يعني على الثورة أنه تلاقي دعم وتأييد دولي لأنه بدون دعم واعتراف للثورة من السوار والسوار من الخارج السلطة دايماً أقوى لو شو ما صار وتالت شي تالت شرط والأخير هو أنه الثورة لازم تكون موجهة ضد نظام ديكتاتوري أو مافياوي أو ضد أوليغرشية متحكمة لكل مفاصيل الدولة والمجتمع بتقود نظام فاسد غير شرعي قامعي وبتستبق قطاعات اقتصاد لنفسه وشوركيها هيدا حرفياً شو بيقول الباحث روبرت ديكس وكأنه بالنسبة لي عم يوصف لبنان حرفياً والهدف الأساسي هو إسقاط هيدا السلطة الحاكمة واستبدالها بنظام عادل فبالخاتمة هيدا السورة لازم تتسيّس وما في خيار تاني برأيي السورة يلي عم بيعيشها لبنان اليوم فيها يكتب عنا التاريخ كوحدة من أهم الثورات متل ما أنه فيها تمرو مرور الكيران إنما المطلوب بالوقت زيته واعي كتير كبير وديمقراطية بالتعاطي بين بعض وما ننسى إنه السورة الفرنسيوية وما زيل كل العالم بيحبوا دايماً يجعوا يحكوا عن السورة الفرنسيوية إنو من هول العشرة اللي أنا سميتون خمسة مننون راحوا قتل من السوار يعني السوار أضو على السوار أربعة مننون قيوتيني واحد راح قتل بالسكين ومن هون إجت إبارة أكيد سيمعينا السورة تأكلوا أولادها كم ساتورن فخلينا نكون صفوا أحد وحتى لو في اختلاف بين أراء والخيارات السيسية ما نعتمد لغة التخوين بين بعض يلي بتعتمد السلطة مع كل يلي منه من رأيها لأنه لا كل يوم ولا كل عشر سنين ولا حتى كل مئة سنة في عنا فرصة نغير طبقة سيسية متجزرة متل ما هو الواقع اليوم ما نستخف بيلي صار لأنه الفرصة يلي صارت وبعدها موجودة اليوم مش أكيد أنه تتكرر قريبا إذا ما عرفنا استفدنا منها وما لازم نستهون بالتغيير بالعقلية يلي صار لحد هلأ ما لازم نستهون بالدعم الخارجي يلي عنا ما لازم نستهون بانفتاح المناطق اللبنينية على بعضها ما لازم نستهون التفاعل بين